أعلن مركز تعزيز الصحة إطلاق حملات تثقيفية مواكبة لليوم العالمي للسرطان الذي يوافق يوم غد الرابع من شهر فبراير من كل عام وذلك بالتعاون مع وحدة التثقيف الصحي بمستشفى جامعة الملك عبد العزيز حول ذلك ينضم إلينا من جدة مراسل الإخبارية الزميل خالد المطرفي خالد وأنت تحضر هذه الاتفاقية والتوأم بين جهتين لإطلاق الحملات التثقيفية في هذا المجال حدثنا أكثر نعم يحيى صباح الخير هذه التعاونات التي نشهدها على أرض الواقع هي التثقيف والتوعية بأهمية المحافظة على الإنسان وسلامته وأيضا وصحته نشهد اليوم منذ تواجدنا هنا للاستعداد الموظفين والموظفات في هي التخصصات الصحية يقومون بزيارة هذا المعرض للتعرف على كيفية تجنب مثل هذه الأمراض والتي أيضا يتم تفعيل الحملات فيها خلال الأيام العالمية للمزيد يحيى عن هذه الفعالية وعن تفاصيلها تنضم إلينا الأستاذة غريد فطاني وهي مثقفة صحية بمركز تعزيز الصحة بجامعة الملك عبد العزيز من هذا المعرض مرحبا أستاذ غريد صباح الخير نتحدث اليوم عن هذا المعرض وأيش أهميته بالنسبة لكم وأيضا للزوار السلام عليكم وشكرا لإصدافتكم طبعا نحن مركز تعزيز الصحة بجامعة ملك عبد العزيز لدينا الكثير من المبادرات التوعية المجتمعية مع الجهات الحكومية زي ما تشايفين اليوم مبادرتنا كانت التعاون من مركز تعزيز الصحة بجامعة ملك عبد العزيز مع الهيئة السعودية للتقصصات الصحية لتفعيل اليوم العالمي للمال السرطان فمن أهداف التوعية لهذا اليوم هو رفع الوعي في المجتمع عن ما هو السرطان وأسبابه وكيفية الوقاية منه بالإضافة إلى الكثير من المفاهيم الخاطئة التي يتوجب علينا يعني كتوعية صحية بتصحيح كثير من المفاهيم الخاطئة التي تتعلق بالسرطان سيد تغريدي اليوم نتكلم عن وممكن للناس نوجهها إيش أكثر السرطانات انتشارا في المملكة العربية السعودية وأكيد أنتم مركزين عليها أيضا في هذا المعرض طيب ممكن نحن أخذ جولة لأنه في جولتنا وفي المبادر نحن نركز على هذا الموضوع زي ما نحن شايفين معانا هنا طيب نتفضل هنا المحور الأول هنا من التكلم عن التثقيف الصحي اللي هو من رفع ضعي المجتمع عن ما هي السرطانات الأكثر شيوعا في المملكة السرطان الثدي هو أكثر شيوعا بين السيدات السرطان القلون هو الأكثر شيوعا بين الرجال وكذلك السرطان الدم اللي هو اللوكيميا بين الأطفال في المحور الأول نتكلم عن التثقيف الصحي عن العوامل الخطورة والأسباب وفي حال قدر الله طمط الإصابة بالسرطان ما هي الأعراضي الشائعة عن السرطان في المحور الثاني نتكلم هنا عن سرطان الثدي بما أنه إحصائيا هو الأعلى بين السيدات في المملكة نتكلم عن أهمية الفحص الذاتي للسيدة وكذلك أهمية الفحص عن طريق جهاز الماموغرام لأنه يعتبر من الدوات التشخيص الأولية في سرطان الثدي المحور الثالث عن سرطان القولون أنه لكت انتشارا بين الرجال في المملكة نتكلم عن تعريفه وعن أنواع الفحص أو كيفية تشخيص سرطان القولون وأيضا أين تتواجد مراكز الفحص لسرطان القولون في المملكة المحور الآخر ننتقل إليه اللي هو سرطان اللوكيميا اللي هو المنتشر بين الأطفال نتكلم عن الأعراض عن سرطان الدم طريقة سحب الخلال الجزعية وهي من الطرق العلاجية لسرطان اللوكيميا جميل أنا شايف أنه أغلب السرطانات أيضا تحدثت عليها نتكلم أيضا عن الوقاية هل لها حضور أيضا العلاج والدعم النفسي طبعا من الركائز اللي موجودة في حاملتنا اليوم اللي هي طرق العلاج نرفع وعي المجتمع عن طرق العلاج الكثير بيسمع عنها أو بيكون فيه كثير تساؤلات عنها اللي هو الجراحي أو الإشعاعي أو الكيماوي أو الموجه فبالاستقبل الكثير من أسئلة الزوار عن هذه أنواع العلاجات ويعني بنعرفهم على الاختلاف بين هذه العلاجات على حسب نوع السرطان أو عمر الشخص أو حالة السرطان الوقاية المحور الأساسي أيضا الموجود بنتكلم عن طرق الوقاية عن السرطان اتباعنا مضحايا صحي للحد من انتشار السرطان وهمية الكشف المبكر عن السرطانات بأنواعها المختلفة سواء كان سرطان القولون أو الثدي أو سرطان عنق الرحم أو ما هي مثلا التطعمات اللي مثلا ممكن أن الشخص يأخذها بحيث المفيدة بحيث أن هي تحد من انتشار السرطان الركن الأخير متكلم هنا عن الدعم النفسي وهو جزء الكبير يمكن والأهم لأنه زي ما احنا عارفين السرطان لما يصيب الشخص ما بيصيبه هو كفرد لا بيصيب أفراد أسرته بيصيب المحيطين اللي حوالينه فكان للدعم النفسي جزء كبير في المعرض اليوم معنا حمطينا بعض الجمعيات اللي ممكن للمريض السرطان يتوجه إليها ليتلقى الدعم فيها في هاشتاق برضو اللي دعم مرضى السرطان فيها اسم الهاشتاق؟ لندعم مرضى السرطان نكون من الجامعة الملكة عبدالعزيز مركز السادس صحة وأيضا موجود برضو في وسائل التواصل من أول بس احنا عززنا مرة ثانية فعلناه وآخر حاجة تصحيح المفاهيم القاطئة كثير من المفاهيم المغلوطة حول السرطانات اللي بيسمع عنها متداولة بين المجتمع وبتحد شوية من بعض الإجراءات اللي المفروض مثلا المريض أو الشخص تبيعها مثلا زي ما تطرقنا في السرطان التدي كانوا بيقولوا مثلا أنه الماموغرام هو من أسباب السرطانات لأ بنصح المفهوم أنه أداء للتشخيص مثلا بعد الأشياء المتعلقة فهنا بالتصحيح أخذناها كده بطريقة يعني تدرج فيها بيسأل وبنشوف المفاهيم وبنصححها الفعالية هذه اليوم واحد ومستمرة فيها التخصات الصحية للموظفين طبعا هي مستمرة اليوم واحد فقد اللي هو اليوم لموظفين اللي هو الهيئة السعودية للتخصات الصحية وإضا لزوار المركز المشاركين والمشاركات في التعريف بهذه الأركان من طلاب الجامعة من طلاب الجامعة نعم من طلاب الجامعة هم طلاب الامتياز وتحت إشرافنا هم الخائمين شاكرين بهذه المجداد التي تشايفينها اليوم معنا شكرا لكم أستاذ تغريد شكرا لكم أستاذ تغريد التوعية باليوم العالمي للسرطان وأهمية تجنب مثل هذه الأمراض بالوقاية وأيضا العلاج بعد الإصابة لا سمح الله وأيضا تحدثنا عن السرطانات الأكثر انتشارا في المملكة العربية السعودية للرجال وأيضا للنساء والأطفال